رسالة أخيرة للشعب السوداني المسكين اتعزوا بي غيركم ما تغتربوا الهتافات ما تغتربوا الهتافات اتعزوا بي غيرك والدول الانهارة والليل شعوبة بيتمنى انهم يرجعوا للحالة يأتى الأولى لمن كان عندهم ظلم لكن برضو بيتمنى ورجعوا لها بس ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين وأنا والله دي أمانة ربنا سبحانه وتعالى جعل في أعناقنا وهي أمانة النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم فدي نصيحة لكم يا شعب نصيحة لكم دارين الحال أن صلح وحدوا الله تماما إذا كان في بلد ندي ولا دمشي بره إيه بلدنا السودان دي واحد بقول أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن كما يعرفون طريقتي قال أنا الله الواحد ذات وأنا الواحد الفرد الكبير بذاته شيخ طريقة وكذبوا بيعافي السوق حقنا دا والطريقة دي بيطبعوهم ملايين البشر من السودانين أنا ما بقول الناس كعبين لا السودانين فيهم الخير وفيهم الشهام والرجال لكن فينا نحن وفي أهلنا نحن في ناس دعاة شرك وثنية واحد يقول أجود على أم لترحم طفلها فرحمة من في الكون من بعض رحمته ناس لما نحصل لهم مصيفة بدل ما يمشوا لي الله يمشوا للقبة للزول الميت وربنا يقول أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا وبعثون برضو الناس بيمشوا اليوم في بلدنا دي ناس بيعتقدوا أنه طينة والضطريفة بالداوي من الأمراض أو من داء السعر طين طين عفن ذاته دا قالوا بداوي الأمراض وربنا يقول وإذا مرط فهو فالشرك الحاصل هو سبب البلاء من أي اتجاه جاء البلاء السبب شنوه السبب هو الشرك ربنا قال وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا يعني لما أشركوا ولما يقول الناس كلها مشركين لكن الشرك فيه وربنا قال وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشِرِكُونَ والشيوخ الضالين ديال الموضوع ده ما بتكلم فيه موضوع الشرك والتوحيد لا حصلا خالص بل بيسألوه دكتور فلان سؤال حق ما رأيك فيه مديح أصوفية اللي قالوا فيه كده مثلا غير الله بيخلقه وغير الله بيعلمه لغيب يقول له لا سؤال ده ما تسألوني إذا انت مادر تحافظ على حق وتدافع عن حق رب العالمين اللي هو التوحيد حق الله على العبيد كما في حديث محاس بن جبل أتدري يا معاد ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله حق العباد على الله أن يعبدوه ولو يشركوا به شيئا فكيف تحافظ على حق الشعوب وإنت مادر تحافظ وتدافع عن حق رب العالمين شاكلة ما تسمعوا كلام النازل كلام كذب والله الذي لا إلى غيره وأنا بلغت دي أمان أنا ببلغه وما أهم بك لا بيزه ليه لأنه ده كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير صحابه والسلف الصالح له والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نسأل الله يجنب بلاد الفتن ما ظاهر منها وفطن وجميع بلاد المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة